يلا بنا نروح دلوقتي لزميلنتنا ليندا عبداللطيفة عشان نتعرف معها على آخر أخبار تقس العملات أسعار الذهب صباح الخير يا ليندا صباح خير مصطفى صباح خير جمعنا صباح الخير يا ليندا طمينينا الحقيقة مصطفى في استقرار في الأحوال الجوية امبارح القاهرة سجلت 34 النهاردة برضو بتسجل 34 والأيام الجاية كمان متوسط درجات الخرارة ما بين 34 وال35 الأجواء نطيفة بشكل عام ما فيش رتوبة حر الصبح شوية لا فيه رتوبة طبعا بس حر الصبح شوية بالليل بيبقى معتدل لكن بشكل عام أفضل من اليومين اللي كنا شفناهم الأسبوع اللي فات الحمد للت صباح خير عليكم مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية والبداية كالعادة هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع وإشراء سعر البيع سجل 18.78 أما إشراء فسجل 18.70 اليورو البيع سجل 19.59 أما إشراء فسجل 19.51 الجنيه السليني البيع سجل 22.98 والشراء سجل 22.88 الفرانك السويسري البيع سجل 19.27 أما إشراء فسجل 19.19 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.79 أما إشراء فسجل 2.78 الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه والشراء سجل 4.98 الدينار الكويتي البيع سجل 61.28 أما إشراء فسجل 60.87 وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.11 والشراء سجل 5 جنيه وتسع أرش دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتعرف مع بعض على متوسط أسعار الدهب وعيار 18 سجل 861 جنيه لجرام أما عيار 21 فسجل 1.05 جنيه لجرام وعيار 24 سجل 1.149 جنيه لجرام وأخيرا الجنيه الدهب سجل 8.040 جنيه خلونا دلوقتي مشاهدينا نصارد مع حضرتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة فيه استقرار في الأحوال الجوية والطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وفيه نشاط الرياح أحيانا بالليل على مناطق متفرقة في كل أنحاء الجمهورية كمان فيه شبورة مائية خفيفة الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سينة درجة الخرارة في القاهرة النهاردة 34 وأعلى درجة خرارة هتكون فيه أسوان 41 وأقل درجة خرارة هتكون في الإسكندرية 28 هنتابع مع حضرتكم أحوال الطقس بتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية